موسيقى موسيقى بشرفنا مشاهدين نستقبل هلأ بفقرة مع المسيح لأب جورج مسوح أهلا وسهلا فيك أبونا شرفتنا ونهارك أسعد حضرتك أستاذ بجامعة البالاماند اليوم مناسبة دينية مميزة لدى المسيحيين الأرتوديقس الأربع العظيم نتذكر فيه الإمرأة الزيني ويصير فيه تأديس الزيت صحيح اليوم الأربعة نتذكر فيه المرأة الزينية لأنه هي التي قبل تسليم يسو على الصلب أتت وسكبت مبادرة إنسانية كبيرة وسكبت من الطيب على قدميه وكأنه عم تحنطه كأنه عم تعده لموته ويعني فيه عدة عبر ممكن إنسان يخدم منها هي أنه مهما بلغ الإنسان من خطايا هو قابل للتوبة والرب بيقبل توبته يعني بيغفر له ربنا طبعاً يعني الرب فاتح إذا رعيه دائماً بيستقبل الخاطئ وبيقبل توبته والأمر الآخر هو أنه التلاميذ وقته شايفوا هذه المرأة تسكب الطيب على قدميه فيه يهوذة بيقول اللي سلمه أنه هذا كان الحريص على الأموال أنه بيقول هذا بدل ما كان تكبه الطيب على إجراء ليسوع كان لازم تعطيه للفقراء وهو كان سارق الصندوق ومش حرصاً على الفقراء هو بيع المسيح هو بيع المسيح طبعاً وبالتالي كان حرام ينسكب وكان لازم نعطى مصرياته لألو إذن هذا تفصيل كثير مهم لنقول أنه حتى بلحظة وفاة يسوع أو تسليمه للصلب بالأحرى كان الهاجس الفقراء لدى المسيح موجود وبالتالي هذه كانت لحظة اختبار كمان لكل الموجودين طبعاً بيقول لتلاميذوا أنه ما عليش يخلي المرأة تعمل شغلة هلأ لأن أنا معكم بعد شوي بس الفقراء معكم كل حين أبادياً أبادياً سيكون معكم فقراء فاهتموا فيهم وبالتالي الكنيسة تقرأ هذا المقطع وكأنه نبوءة عن موت المسيح وتكفينه ودفنه لأنه كانوا يسكبوا طيب على جثمان المتوفى قبل ما يدفنوا ولذلك تعتبر هذه المرأة مش فقط أنه تابت وإنما أيضاً نوع من النبوءة كانت وكأنه تتنبأ أنه المسيح ذاهب إلى موته وتالي طيبته قبل وفاته الأمر الثاني المهم يعني اللي هو بنعمله في هذا اليوم هو التقص الأساسي بهذا النبوء التقص الأساسي طبعاً هو تقديس الزيت نعم شو يعني لشو بيرمز تقديس الزيت هو أصلاً تقص من أسرار الكنيسة السبعة معروفين أسرار السبعة منه سر مسحة المرضى نسميها نحن اللي هي أنه بيقول الرسول العقوب أنه إذا حدا مريد تستدعو يعني شيوخ الكنيسة أصدر كهني طيب يصلوا على المريد ويمسحوا بالزيت يعني الزيت هو إشارة أو هو رمز لتدخل الله لشفاء وبالتالي بتصلى على الزيت طيب يصير هو مادة اللي بنستعملها من أجل شفاء النفس ولكن شفاء زيت من مصدر معين أو مهم أنه مصلى عليه مهم نجيب زيت زيتون شو مكان بس يتصلى علي بصلاة بضل ساعة ونصف تقريبا يعني ويمسح بنهاية الصلاة كل الناس بمسحة الزيت على وجوههم وإذايهم كل الناس أو بس هذه مسحة المرضى مثل ما بقولوا لا هو مسحة المرضى بس هو لشفاء النفس وشفاء الجسد نعم يعني كلنا مرضى نحن نشفى روحيا وجسديا كمان كلنا مرضى بالخطيرة صحيح وبالتالي يعني بهذا هذا الفعل وكأنه أيضا لن ندخل على الأسبوع يعني ندخل على الألام ونحن مغفور لنا خطيانا وأيضا يعني نفوسنا جاهزة لأنه نترقى لنقبل يسوع القائم بين الأموال هلا هذا الطقس كان أساسا هو يقام وقتا بيكون في مريض نعم ولكن مع الزمن ماعد كتير صارت الكنيسة ترتقي أنه نعمله جماعيا يعني كل الناس بتجي بالأربع العظيم تحضر هذه الصلاة وتمسح بالزيت ولكي يشفى جسدا وروحا هلا هذا كتير مهم بأيامنا لأنه صار الإنسان بهالأيام المرض طبعا موجود في كل مكان إن كان مرض نفسي مرض صحي موجود فيه أمراض صحية وأمراض نفسية كمان هلا دائما منقول نحن طبعا العقل يقول أنه لازم نروح عند الطبيب صحيح ما في شك ولكن كتير أحيانا الإنسان بحاجة كمان لتدخل إلهي يعني هو عنده عطش أنه الله يفوت على حياته وهو يعتني فيه ونؤمن بالعناية الإلهية أنه الله يعتني فينا ما خلفنا أو خلقنا وكبنا يعني هيك بدون هدف إنما هو يعتني فينا ولذلك بعت ابنه الوحيد وانصلاب عننا وإلى آخر ولكن أيضا يعتني بنا صحيا ونفسيا ويا ما فيه أمراض جسدية وصحية بتشفى وما إلا تفسير إلا العناية الإلهية إلا العناية الإلهية وهذا يعني طبعا مسلم به بأعتقد ولكن ما فينا بس نتكل على العناية الإلهية لأنه الله كمان حط فينا عقل والعقل الله صنعه الله بيحترم العقل بيقلنا نشغلوا عقلكم كمان ولكن أيضا تتكلون علي مشان هكي بيجي سر مسحة المرضى كتكملة للعلاج اللي هو الإنسان بيمارسه عند الطبيب المستشفى إلى آخر أي مرض كان لأنه نحن منعتبر عفوا أمكان إيطالي أنه المرض هو ضد الطبيعة الإنسانية الله ما بريدنا نمرض نحن نمرض لأنه نحن نزعنا في خلل في خراغ نعم في خلل في فراغ في عدم محبة في نشوف حوالينا شو عم نتنشأ شو عم ناكل شو عم نشرب إلى آخره وبالتالي المرض هو منشأه من خارج إرادة الإلهية ما بفينا نقول أنه إذا حد مريد هكي الله بريد ممكن الله سمح بالمرض بس مش بريد المرض للناس بهالمعنى إذن أيضا ممكن يكون إشارة لشي أو تحذير لشي أنه في خلل يمكن بإيمان لا هو ممكن في شغلة كثير أساسية يعني سألتيني عنها أن المرض بيجي بنخرج إرادة الإلهية كيف فينا نستغل نحن كبشر من أجل صالحنا يعني في أشخاص كثير أبونا عفوا عم باطعة يمكن بيمرضوا أمراض مستعصية وبيكونوا من أشد المؤمنين ودايما السؤال الواحد يسألوا ليش يا ربي ما أنا بأيمن فيك ومسلم حياتي لألك ليش أنا اللي عم بمرض ليش أنا اللي عم موت شو بكون شو بكون تبسير الجواب هو الأساسي يعني طبعا ما في جواب لكل العالم بس يعني ممكن واحد يقول فيه أنه هذا المرض يا عزيز المؤمن منه من الله بس إذا إجيك هالمرض كيف تستغله لجعله لصالحك ومنفعتك يعني إنسان أحيانا بيجي المرض هو متجبر وقوي وشوف حاله ضعيف كذا بيتوب يمكن بيصير يحب قريبين تعلم التواضع بيصير يحبح ولاي يعني بيصير يضب عائلته بيصير يعني إذا هيدا كيف فينا نحول السيء إلى شيء صالح لأنفسنا بس في عبرة يعني من وراء التجربة طبعا في عبرة ولازم ناخدها منه منه عقاب منه أصاص لا منه أصاص المرض منه أصاص والألم منه أصاص لأنه لو الحقيقة بدنا نحن لو الله بده يعاقب عاقب كل الناس نعم لأن كلنا خطأ حسب معايير ما حدا أديس على الأرض صحيح في خطايا أكبر وأعظم وناس قتلوا عشر تلاف وعشرين ألف وناس يعني سرقوا شوي بس كله هذه خطيئة يعني وبذلك نحن كلنا إذا بده يجي الله يعاقبنا يعاقبنا على المسألة لا الله ما بيعاقبنا هنا في هذه الدنيا و الله بيرحمنا وبده نحن صالحنا ومنفعتنا وبيضل يذكرنا أنه هذه السبعين ثمانين تسعين سنة قد ما تعيشوا بني هاي أنتو فلي من هدني هايقون أنفسكم لتكونوا معي إذن هايدي هي الحياة الحقيقة تعدلها من اليوم وهاكي الإنسان ما ببعض يتسأل لش استعدادا للحياة الأبدية لو أنا مؤمن حقيقي وبمرض ما بقول يا الله لا يمرطني أنا ما مرط هيدا جاري الخاطئ لأن هيدا أكبر خطيئة أنه أنت مينك للدين العالم يعني كمان بده ينتبه الإنسان كيف يحكي وقته بيصيب بيصاب بمرض كيف يحكي لأنه هو بيكون عم بيدين نفسه كمان ولكن من نفس الوقت هذا يعتبر اختبار حقيقي للإيمان الشخص طبعا في اختبار مدى تحمله مدى الصبر اللي عنده مية بالمية ولذلك اللي عم نقوله أنه ضل يتذكر الإنسان أنه شو ما كان يكون الموضوع أنا كيف يحاوله أنا شو لازم أتعلم من هالتجربة طبعا فإذا أربع العظيم بيصير في مغفرة مغفرة لكل خطايا البشر يعني هو كل مغفرة خطايا البشر هذا أمر منوض بالله ونحن بدي إيلك شغلي من آخره مسلمين مسيحيين شو ما كنا ما حدا إلو حق يدين الآخر الله هو بالنهاية بدي يرحم الكل كل عالم ووليده وكلهم هو خلقهم وبيطلع شمسه على الأشرار يرحمنا إذا طلبنا المغفرة طبعا بس هونيك يبين بدي يكون عندنا النية بدنا نطلب هالشي إيه بس إنه إنسان طلبة هون راح لهونيك بعد في علي خطايا مين بدي يطلبها إذن الله بشغل رحمته مع كل الناس هذا اعتقادي وإنه بيرحم كل الناس وما بيقول للإنسان أعطيني هويتك إذا أنت من هالدين ولا من هالدين ما بيقلنا سمع دستور الإيمان أو سمع لي الأبان أذا حفظه ولا لا ما بيعملنا فحص واختبار بيقول شو عملت بحياتك حبات بثلت نفسك ضحات أطيط الفقير هيدا الأسئلة اللي بيطرحها الرب هديك تفاصيل تفاصيل لإلنا لننمي أنفسنا بها الحياة بس هونيك مبعوض إلا جدوى بهالمعنى نحن آخر شي نبحث عن ما هو لله ونلتصق به رسالة لكل المؤمنين مع اضطراب عيد الفصح المجيد سريعا بيرنسو مع اضطراب الفصح المجيد طبعا عدا عن التمنيات أعياد مجيدي وإلى آخر أرجو صدقا من كل قلبي أنه نحن استقبلنا يسوع نهار شانيني ملكا اللي استقبلوه بأوروشاليم ليسوع هني ذات ونصرخوا لهيرودوس أصلبه ما عجبون يسوع إن شاء الله ما نكون بين الوقفين وعم نصرخ أصلبه ولو رحنا رتلنا وغنينا وصلينا بس بالنهاية في كتير ناس بروع على الجمعة العظيمة بطمنا بالهم اندفن المسيح ورجع بروع عيشوا سني عزوان وبتالي ننطل للقيامة نقوم فعلا مع الرب يسوع في القيامة المجيدة وأعياد مبارك وإن شاء الله عليك يا رب شكرا لوجودك معنا بير جورج مسوح ألا وصلا فيك شكرا وقف أسيرة مشاهدين وحلقتنا بتكمل خليكم معنا إلى لقائنا شكرا شكرا